اشتركوا في القناة المملكة المغربية الحقيقة المملكة المغربية تتميز بعدات وتقاليد ضاربة في جذور التاريخ لم تتأثر بالسنين او بالاختلافات على مدار سنوية عديدة يكفي نقول ان الاستعدادات لشهر رمضان الكريم في المملكة المغربية تبدأ من خلال شهر شعبان تفاصيل كثيرة اوية حنعرفها النهاردة عن رمضان في المملكة المغربية من خلال حلقة جديدة من هنا افريقيا في رمضان مساء النور هيبة اهلا بكم شهدين الكرام خلونا نرحب ضيفنا الكرام الموجودين معنا اللي بيكلمه النهاردة معانا عن اهم العادات وتقاليد ورمضان وكل ما هو اللي علاقة بالشهر الكريم في المملكة المغربية زي ما قالت هبة خلونا نرحب بمدام ناجات مومو رئيس رابطة الجماعية المغربية بمصر اهلا بك يا فنم اهلا وسهلا ومدام زكية سحماوي نائب الرابطة اهلا بك يا فنم اهلا بك واستاذ حافظ زميزم احد الطلباء المغربة الموجودين هنا في مصر اهلا بك يا فنم وخير طبعا ما نبدأ به وطبعا ما عنا صوت جميل هو القرآن الكريم سمحونا نبدأ بالقرآن الكريم وحافظها سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهديه للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا نليما صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم أحسنت دي بتقرأ الترطة للقرآن بالطريقة المغربية نعم بالطريقة المغربية طيب مدام نجاتي نحن قلنا في بقية الحلقة إن الاستعدادات لشهر ممضان الكريم في المملكة المغربية لها تقوص خاصة جدا ويكي تبتزي من خلال شهر شعبية خليل نقول إيه الحاجات اللي بيحرس عليها البيت المغربي إنها تكون متوفرة أو يعملها مع بدايات شهر رمضان الكريم هو يعتبر مبتداء نتسلام عليكم الأول كل سيارة طيبين هو مبتداء من يوم 15 شعبان بيوت المغربية بتجيز نفسها بحيث يبقى فيه حلويات لازم تستعمل في رمضان في كذا حاجة يعني نسبة لرمضان تجهيزات حاجة البيت يعني ما فيش فرق بينها وبين مصر بس هي موضوع الحلويات بيبقى كثير بيعملواها قبل رمضان قبل رمضان يبقى سبياسناها اي طيب فيه حاجة اسمها شباكية وفيه حاجة اسمها سفوف لانه معين متواجدين قوي وفيه بريوات تعملوا باللوز هي هذه الحاجة اللي ابتداء من يوم 15 شعبان بيوت كلها بتجاهز لايز تقلقى الحاجات الخاصة برمضان بس من ضمن الحاجات اللي هي أكتر هو هي شباكية و سفوف الشباكية هي تبقى ايه بقى؟ عبارة عن حلويات زي مشبك عنه بس بشبك بس معمولة باللوز باللوز مبتبغاش دي ايه بس تمام انت طبعا سبالي كله مالي علاقة بالاكلة شايف طبعا ايه 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 ايه طبعا ايه الطبعا قدرنا 또اخلنا ايها starch طبعا سفوف الشربة المغربية كانت أول حاجة على الصفرة المغربية ومعها الصفوف كيف قلت مدام ناجاز الصفوف اللي هو سلوه في بعض المراتق يقولوا له سلوه وشباكية وطمر وهذا كمبدئين ومدهت فيه أكلتان ومدهت فيه أمر الإشاء عاد يأتي ويتعشاء لا نأكل مرة واحدة فبتبقى في الأول لا نأكل مرة واحدة فبنأكل بس الدين وصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة الإشاء يتعقون أول عشر بعد صفرة العشاء اليوم يتوزع الأكل يتوزع الأكل يتوزع بعد صلاة المغرب وإنه يتوزع الحريرة غدا وعشاء الفتار وغدا وعشاء يقولوا، فتار وغدا وعشاء لا، السيخور وعشاء والعشاء الفتار فتار وغدا في المصف الفتار فتار غدا وغدا وعشاء هناك أمر دين مهم جدا في رمضان نحس أنه لازم الموجود والخشاف هل هناك شيء مثل عصير معينة عصير معينة عصير أمام العصير ببرتقان حاجات فرش المطبخ المغربي له خصوصية أو جزء من الثقافة المغربي بخصوصا البهارات المغرب تحس المطبخ أي مطبخ غني فقير أي حد تلاقي البهارات دي لازم تبقى موجودة مغربية مغربية بيجهزوا من يوم 15 رمضان كل حاجة على الإيد في السويد الكملون حاجة دي كلها بتمل على الإيد تحس رمضان تبقى المطبخ جاهس طب بالنسبة للرجال بقى أي أهم ما يميز شهر رمضان المبارك في المغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سبيل المسلم بالنسبة للرجال في رمضان في المغرب يجهزوا البيت أهم الأشياء في رمضان مثل أنت فضلت الأستاذة ذاكية وما يتبقى أبل رمضان مثل ما قالت الأستاذ عند 15 شعبان يجهزوا السيطات في البيت يتبقوا مثلا طحين يتم زيت عن الشيطات فالسيطات بعدها في عسرات أيام أبل رمضان يجهزوا شبكية، السفوف هناك حلويات خاصة تتعامل في مائدة رمضان في الرجال يحرصوا في عشرة أيام قبل الأخيرة يجيبوا أهم الأشياء التي أريدنا ستات في البيت عشان الجاهد هل ستات التقريب حتى الآن؟ حتى الآن؟ حتى الآن؟ حتى الآن؟ حتى السيطات المغربية في مصر عادة التقريب المغربي حتى في مصر خاصة السيطات المغربية لكن السيطات المغربية هي أصيلة في خارج بلدها هل أنت بقى لك الكثير في مصر؟ لأهل 4 سنين حضرت رمضان هنا ورمضان في المغرب؟ حضرت رمضان في 2011 هنا حضرت رمضان في 2012 هنا حضرت رمضان في 2012 هنا ومثل المغرب ومثل المغرب في مصر حتى سنواتنا هنا شرفنا هنا من الأكل أن ترى كيف نحن؟ هناك أيضا الزي المغربي كما كان مع حافظ زي الجاني والسيدات هناك حرص أيضا أن تتحكموا بتحضير العبيات أو الجلاليب أو الزي الخاص بالسيدة المغربية في رمضان؟ أو أعلى صحة حالة لبس خاص بالرمضان؟ طبعاً من ضمن الحاجات في 2015 الجاني يعملوا الجاني مثل العبيات المغربي هل اسمه أفطان؟ لا جلالة 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 ويجهز نفسه لأن هذا هو المغربي لأن هذا هو المغربي لأنه تشعر في الترويح مثل واحد كل مغربي حتى السيدات هناك تشكلة ألوان هناك عباية مثل هذا ليس هذا بالنسبة للأفراح أو المنسبات بالذي الرسمي لا عباية الخروج لا عباية الخروج هذا الشكل لا بكلمة على السيدات السيدات ما أنا بقولك بيجهزوا كمان عباية خروج الشكل بالكابيشة 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 هي اللي بتعليها زعبوت من وراء دي عشان تصير 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 فمن ضمن الحاجات اللي بيجهزوها طب إحنا عندنا أسماء كده للذي المغربي ومع زبوته شحولي في حالة اسمها الكندرة الجندورة 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 في القفطان أيها القفطان ومشاهدنا الحنطقة صحة التكشيتا التكشيتا هي القفطان بيبقى عبارة عن قطعة واحدة بس دلوقتي في تشكيلة طلعة جديدة في المغربي دائما في التطور بس محافظ على تقليده يعني الحرير والسوم الجبادور 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 أعلم منكم اسمع الجبادور الجبادور أفرح يجب أن يكون الأفرح يجب أن تكون الأعداد والتقاليد الإسلامية متوفرة يعني تكون واحدة في البلاد كلها لكن أريد أن تتحدث هل يكون هناك حرص أكثر في الشهر المبارك أن يكون هناك عزمات لكي سلطة الرحم أكثر الأهالي يترسوا مثلا أنهم يفتروا مع بعض يحرصوا على كده الرجالة يأخذوا أولادهم ويأخذوهم في إدماء لكي يذهبوا إلى المسجد حتى من صغرهم لكي يحضروا التراويح ويحضروا كل صلاة مثلا أحكي لي قليلا بالنسبة للأباء خصوصا في المغرب في أيام رمضان يحرصوا على أن يصاحبوا أبناءهم إلى المسجد فهم يتلاقي مثلا الأباء في البيت عندما يخلصوا الفطار يقولوا خلاصا لنجهز نفسنا لكي نذهب إلى المسجد فالنقطة دي أنا لاحظتها في المغرب مهمة جدا ففي صاحب الأولاد معهم حتى البنات صغيرين فيروحوا مع أمهم كما إلى المسجد فالنقطة دي الحمد لله حرصنا على في المغرب في أسحب الأولاد مع الأباء إلى المسجد حتى يربيهم نقطة التروح والمصارعان تمام هذا شيء جميل في غنب في رمضان أعداد كده برضو في رمضان أغاني عندنا كلها أذكار كلها توشيح يعني في أعداد مثلا في بعض الفضار في أذكار في البيوت نحن دلواجه نحن بفترين ماردة كنا بلناتين دينها بعض طبعا نسأل اسمح كده مع بعض شونا نسأل شونا نسأل شونا نسأل خير البارية نظر إليا ما أنت إلا كنز عاطية ما أنت إلا كنز عاطية أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد إلى محمد يا حبيبي خير الأنامي إلى محمد يا حبيبي خير الأنامي خير البارية نظر نظر إليا ما أنت إلا كنز عاطية ما أنت إلا كنز عاطية ما أنت إلا أنت إلا أنت إلا يا خير مرسال إرحم ساجيا يا خير مرسال إرحم ساجيا خير البارية أول كلامي نظر إليا ما أنت إلا كنز عاطية ما أنت إلا كنز عاطية ما أنت إلا كنز عاطية دورة وحانية قوي في رمضان عام عالية مختلف عن القاهرة ما هو الاختلاف هنا أقول لك الاختلاف بالنسبة لنا هنا في القاهرة ساعة اثنين فاجر الدنيا الناس ماشية في الشارع هناك تحسي بعد سر الترويح ساعة اثناشر يعني ممكن يوجد الناس في بيوتها نعم 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 لا انت نعم بسي أرى العريقة الشعبية نعم سيدة زينب سيدة زينب سيدة زينب سيدة زينب سيدة زينة سيدة زينب حسين اعدات الحسين في رمضان جميلة بالمناسبة هكي رئيس رئيسة الجماعة المغربية في مصر رئيسة الجمعية المغربية صح كده؟ اه 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 اخر حاجة فطار طلبة الازهر اه وبنعمل شهنة رمضان الناس المحتاجين المغربة الموجودين هنا محتاجين وهي بنسبة للجماعية لسه جديدة اه 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 ان شخص زنعي مانا اكبر اه 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 استعداد لشهر رمضان من شهر رمضان من الشهر شعبين في العيد الاستعداد لعيد هل هناك أكلات معينة؟ واضح أن المطبخ المغربي عامر ماشاء الله هناك استعدادات خاصة واجبات خاصة لبس خاص تعملون للعيد لبس خاص هناك نفس الشيء أو الجلابة الجلابة جلابة أو تفطن هذا بنسبة اليوم العيد وكانت تجهيزات أكل وحلويات والمسمن فطير يتعامل فطير والبغرير مثل الطايف بس على كبير شوية أكبر سنة دي بقى تجهيزات العيد بقى كفطار هل ستاني من رمضان تبدو تحضروا للعيد؟ لا بس المسمن الحلويات قاب نمتدي فترة قابليها بس المسمن الحاجات دي في اليوم نفسه تتعامل الصغر عند الصغر تبقى جميلة حافظ يعني العشر الأواخر وليلة القدر وطبعا نحن نشعفين ليلة القدر بالضبط لكن هل بيبقى احتفال معين بليلة القدر في العشر الأواخر عندك في المغرب؟ نعم الاحتفال عندنا في المغرب في ليلة القدر هي طبعا مش معروفة بس نحن نقدر من قول مثل ليلة ستة وعشرين أنا في المغرب بنقول ليلة القدر نقول ليلة ستة وعشرين عندما يقول في المغرب ليلة ستة وعشرين يعني أصدو ليلة القدر نقول ليلة ستة وعشرين من رمضان فالاحتفال يبقى في الغالب في المساجد يعني لما نخلص الصالة مثلا بعد العيشة ممكن نصلي ساعتين أو ثلاثة ونقعد في المسجد يعني أعضى روحانية إيمانية ونعمل أنشيب وأذكار وابتهالات ونقرأ القرآن في المسجد ممكن تبقى الحفلة لحد الفقر يعني نصلي ثلاث ساعت بعد العيشة ونقعدين لحد الفقر ففي بعض الناس يتروح البيت مثلا تنام وتسحر وتتجع وكمل بنعمل عشاء أحيانا نعمل عشاء في المسجد حتى بعض الناس يقعد في المسجد ويأكل في المسجد لا يخرجش إلا بعد الفقر فيقعد من عيشة لحد الفقر يتسحر يناكل كله هناك ونقرأ بعد الفقر فمنختفل في المسجد بأذكار وقرآن وأنشيط في المسجد ما أشعر المساجد عندكم؟ هل هناك مساجد مثلا لها شهرة تاريخية أثرية إسلامية؟ نعم بعض المساجد المشهورة منها المسجد الحسن ثاني في كازابرانكا في الدار البيضاء هذا من أكبر المساجد وأجمل المساجد في المملكة المغربية المسجد الحسن ثاني في الدار البيضاء نعم طيب إحنا الوقت جري بسرعة لكن إحنا عايزين كلمة مادام ناجات مادام زكية مادام زكية كلمة عن المغرب وحابين تقولوا قينة ؟ توجدوها الشعب المغرب ما سنينم كم مغربي ومغربيا كل سنة أنتوا طيبين لا بيشرك إبارنك بروكين في المغربي وكنت مجد لكم كل خير وأعمل الخير على المغرب وعلى مصر كمان أقول حاجة هي اللغة أو اللكنة المغربية متأثرة بإيه يعني اللي انتي دواتي ده أكيد مش عربي إيه عربي لو كلمت براحة هتفهميني بس انتو متأثرين في مصطلحتك بإيه بلغة إيه يعني متأثرين بإيه يعني مغربية عربي مش ربع حاجة اندرسية لا 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 هي الطريق اللهاجات عندنا مختلفة لهاجة شمال غير الشرق غير الجنوب كنت بعض الكلمات الفرنسية كتاب تخوش في مصطلح أهه رو عادي يعني زي نغالة الإنجليش عندكم بزرح انتو كمان ساعة لسمي كثير بزرح عادي غاية كنت من الشر المغرب برمضان كريم واشوم بروكا وعد فتر سايد ان شاء الله مبارك وكان قدم تعزيه لي بسمحته الضحايا اليال لثلاث عمارات اللى التاحو فتر بيضاء وكانت تبدو أن الشعب المغربي ديما في رقي وفي أمان إن شاء الله يا رب إن شاء الله حافظ حابب تسمعنا إياشان نختب به؟ حابب مويل أو حابب؟ هو إن شاء الله في حب النبي إن شاء الله حابب قبل أن المويل تحب توجه كلمة للشعب المغرب؟ أقول للشعب المغربي الحبيب أني يعوش لكم برقة ورمضان كريم إن شاء الله والعيد القادم إن شاء الله عيد مبارك سعيد إن شاء الله وكل عام وأنتم مئة ألف إخير إن شاء الله وأنا وحييكم من القاهرة وأحبكم في الله نسمع بقى حاجة منك نخطب به يا رسول الإله يا رسول الإله إني محب لك والله إني محب لك والله شائق مستهام يا رسول الإله في كل حين في كل حين لك مني تحية وسلام شكراً أحسن شكراً يا حب إحنا كده فائدنا لأسف وقتنا خلاص إحنا استمتعنا بوجود حضراتكم معنا إنتون قدلنا المغرب معنا مع حضراتكم وأكيد يعني مشاهديين لما يسمعوا كلامك وأكيد حيب عندهم درائي كبيرة عندكم ثقافة وتراث جميل حربي كلهم زي بعض وسلمون كلهم زي بعض دول العربية كل زي بعض أنا بشكر جداً مدام مجات مومو رئيس رابطة الجماعية المغربية بمصر وأيضاً مدام زاكية سحماوي نائب الرابطة وحافظ دميزي طالب أزهري بشكركم جداً شكراً جزيلاً من أعطوكم كل عمدتكم بخير ونخلقكم بخير مصر بخير يا رب يا رب مشاهدين الكرام وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حلقاتنا نشوفكم إن شاء الله إذ بوقنا في نفس المعاد بسرقية معاليكم اشتركوا في القناة